قال يوسي سي المدير الفني المنتخب السنغال قال في المؤتمر الصحفي أن منتخب مصر خطف الفوز من الفرصة الوحيدة التي سنحت له لا مش فرصة وحيدة وأن المباراة كانت متكافأة إلى حد كبير بين الفرقين ولم يكن لدينا فعالية على المرمى قال كمان أنه نتكلم مع العبي وقال لهم ارفعوا رؤوسكم هناك مباراة أخرى أمام جمهورنا والسي أكد أن الجمهور المصري أثر على أداء العبي بالأياب بالعيب للمنتخب المصري وأن جمهور بلاده هيكون مؤثر في لقاء العودة قال كمان أنه لاعب بشكل جيد ونجح في إدارة المباراة لكن المنتخب السنغالي افتقد الفعالية الهجومية أمام المرمى وأنه هيعمل على تصحيح ده في المباراة اللي جاية لكنه في المجمل راضي عن الأداء ومش هيغير أي لاعب في المباراة اللي جاية تصرحات منطقية تصرحات منطقية وزكية وإن كان منتخب مصري سنحت ليه فرصتين كمان يمكن غير فرصة الهدف كنا ممكن نسجل هدف تاني وسنلقى ده كان ممكن نسجل ولكن هو القدر هو الجمهور العظيم هو اللاعبين الرائعين هو الجهاز الفني الكبير لمنتخب مصري